في كنوز بناء الروح عايز أشارك مع حضراتكم مجموعة معلومات فقهية وشرعية عن العقيقة الطفل لما بينمو في بطن أمه بيطلع له شعر وهو في بطن أمه مجموعة الشعر اللي بينمو عند الطفل وهو في بطن أمه اسموهم العقيقة وفي سنة من السنن المشهورة في مجتمعنا دلوقتي ان احنا بنحلق للطفل شعره لما يبقى عنده سبع أيام وسميت العقيقة نسبة للشعر اللي بيتحلق ده فالعقيقة اللي هي الذبيحة أصلا اسمها متاخد من الشعر اللي بينمو للطفل وهو لسه في بطن أمه والعلماء قالوا ان العقيقة سنة مؤكدة السنة المؤكدة يعني سيدنا النبي واضب عليها عليه الصلاة والسلام ولم يتخلف عنها ولكنها ليست فريضة والتخلف عن السنة المؤكدة لا يأثم الإنسان لكنه خلاف الأولى يعني خالف الفعل النبوي اللي النبي استمر عليه عليه الصلاة والسلام وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عقّة يعني عمل عقيقة عن الحسن والحسين طيب العقيقة العلماء قالوا ان هي بتذبح شاتين عن المولود الذكر وشاه عن المولودة الأنثى وفي بعض أقوال الفقهاء خلاف الجمهور ان ينفع شاه يعني خروف واحد للذكر أو شاه للأنثى ولو حد عنده مثلا وخلف كتير مثلا خلف توائم يقدر يدبح بقرة أو جمل عن سبعة لأن البقرة والجمل عندنا في الشريعة فيها سبعة أسهم يعني كنت دبحت سبعة خرفان فدي برضو معلومة مهمة لللي خلف أكتر من طفل في بطن واحد والعلماء قالوا ان العقيقة لها حكم كتير عند ربنا مما علمنا من الحكمة انها شكر لربنا سبحانه وتعالى ان الإنسان رزق بنعمة الخلفة فيطعم ويكرم كما أكرمه الله سبحانه وتعالى وفيها شيء من البركة اللي بتدفع الأذى عن المولود وقالوا العلماء في العقيقة انه يستحب ان هو يبقى في اليوم السابع ولو عده اليوم السابع يبقى في اليوم الاربعتاشر أو اليوم الواحد وعشرين وقالوا حاجة تانية قالوا طب لو واحد ما كانش عنده قدرة انه يعمل العقيقة وهي سنة مش فرض وبعدين بعد مولاده كبره لقى انه عنده قدرة مالية من السنة او يستحب لي انه هو يذبح عقيقة زي ما قلتلك شاتين او شاه عن الذكر وشاه عن الانثة لو كان مخلف بنت وبعض العلماء زي الشافعية يقولوا ان خلاص مدام بلغ الولد وكبر هو اللي يعق عن نفسه لو عرفه بلغه المعلومة ان ابوه ما عملش العقيقة ليه وزي ما بقولك يا ليست فريضة انما هي مستحبة السنة في تقسيم العقيقة ان هي اولا تبقى مطبوخة دي السنة مش فرض يعني لو حد عايز يلتزم بالسنة لما يدبح يطبخ الخروف كله او الخروفين وممكن اما ان هو يعمل وليمة كبيرة يعزم فيها الاحباب فيبقى توزيع العقيقة كلها اطعام للمعارف وممكن يوزع العقيقة زي الاضحية عن طريق ان هو ياخد لاهل بيته التلت ويتصدق على الفقراء بالتلت ويهدي الاقارب التلت لكن ده ليس اجماعا بين الفقهاء انما امر خلافي تقدر انك انت تكلها كلها تقدر ان انت تتصدق بها كلها زي اقوال العلماء في الاضحية يبقى الامر فيه ساعة ويجي السؤال المهم اللي اجابت عليه دار الافتاء المصرية هل يجوز ان انا اجمع ما بين العقيقة والاضحية قالوا ينفع لان الاضحية سنة والعقيقة سنة وعند الفقهاء يجوز الجمع في السنة بنيتين قالوا لكن الشرط ان يكون وقت العقيقة هو وقت الاضحية لان انا ما ينفعش اعمل عقيقة عن ابني وانا لسه ما خلفتوش يعني مثلا واحدة حامل في الشهر التامن او التاسع فيعمله عقيقة يعني تبركا كده عشان يجي المولود على خير قالك لأ تبقى ذبيحة يبقى صدقة طي يعني ايه عادية وليست عقيقة لكن المفروض العقيقة بعد المولود ما يتخلف فلو واحد صادف انه داخل عيد الاضحى وكمان عنده مولود لسه ما عملوش العقيقة يجوز عند العلماء وحكي عن الامام احمد بن حنبل انه عمل كده في ابنه انه جي عيد الاضحى وكان لسه مخلف فعمل الاضحية والعقيقة بنية واحدة لان العلماء زي ما قلت لحضراتكم بيقولوا يجوز الاشتراك في النية في فعل السنة دي كانت مجموعة من المعلومات الشرعية والفقهية عن العقيقة